موسيقى 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 بالنسبة للفيروس كورونا هو واحد النوع من من واحد العائلة فيروس كورونا اللي كانت معروفة من قبل تصيب لها الانسان والحيوان هذا الفيروس كورونا اللي ظهر هذا السنة هو واحد النوع مستجد من من فيروس كورونا اللي معمرو ما تشاف بالنسبة لهذا الفيروس ظهر في الصين في واحد المنطقة هي اللي في ان تكتشفت اول حالات وتمها تعرف على وابع لأنه كانت نسبة الانتشاره شوية كبيرة وخلف مجموعة من الضحايا لحدثات الهلع وخوف عند سكان الصين والسكان العالم من بعد منظمة الصحة العالمية بدأت تصنفه كأنه وابع انتشر في الصين ولكن باقي ما تصنفش على أنه وابع عالمي لأنه ما تقتعدش الصافر ما تحبش صافر في الدول ما تحبش مجموعة ديال الاجراءات ما تدارش والناس ديما كيتخوفوا حيث هذا الدور ديالكم ديال الإعلام أنكم خذكم تتنوروا شي شوية حيث الإعلام توكي لعبوا حد دور في خلق يائما الطمأنينة والأمن ناس يائما الهلع والخوف كن بعض المنابر اللي خوفات شي شوية الناس ولو كيتخوفوا بزر ولكن اللي جينا نشوفه الحالات اللي تصابوا بالفيروس لفي الصين والحالات اللي توفات وهذا رأى واحد نسبة قليلة اللي اللي ما كنت تعداش ربعة في المئة من الحالات اللي اللي تصابت بالفيروس هما اللي توفهوا يعني الوفيات كتكون عند الناس اللي عندهم الماناعة شوية ضعيفة الناس اللي كيكونوا آجي اللي كيكونوا السين ديالهم كبير اللي كتكون الماناعة ديالهم عندهم أمراض مزمينة كتكون عندهم أمراض مزمينة اللي كتأدي أن هم هاد الفيروس كيأطر عليهم بشكل كبير بالنسبة الأول حالات تسجلت في المغرب جيتني عادي أنها تكون أول حالة لحيثنا ممنعناش الصافر يعني هذه الحالة مجيتش من المغرب جيت من خارج المغرب جيت من إيطاليا مقيم بضيال إيطاليا هو اللي جاب الفيروس لحيثش الفترة ديال الاحتضان ديال الفيروس كتكون من يوم تنر 14 يوم يعني هاد سيدي يمكن انت عادت مماك وجابه معاه هنا عاد بانت بانت عليه الحالة ديال الاصابة والاعراض ديال ديال هاد الفيريس راه بحل الاعراض ديال الانفلوانزا يعني انه تقدر تمر عادي ما 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 يشكل عليه التاشي خطر اه ودوز عادية اه مع هذا بعض الحالات اللي كتجي في 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 مرحلة حريجة انه الحالة كتزاد على يعني لحالة ديال الانفلوانزا اللي كنعرفو الاعراض ديال الانفلوانزا هي انه كتكون السعال الكحة المنزلة عادية دوك الارتفاع ديال درجة الحرارة بعد المرة كيجي معنا مع تلقي كيجي مع الاسهال وهذا وفي الحالة الحريجة اللي انه كيوصل بعد المرة كيجي لانه الاتهاب رئوي حاد يعني انه تل درجة انه ما كي تنفوز دياله كي ما كيقدرش يتنفس مزيان وبعد المرة كيجي تل انه فاشل كلاوي بعد الحالات اللي متأخرة اللي في الصين وهذا اللي 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 عرفاتهم بالصين را كيوصلوا تلهاد الحالات ودبا اه بنسبة الكمامات الكمامات حيتاش اي حاجة كيرطافع عليها الطالب را اوتوماتيك مو كتغلق اه كتغلق دبا احد ارتفع الطالب عليها ولكن را الناس خدسوا ميوعاو شي شوية لحيتاش هذه الكمامات هذا را ماشي اي واحد خدسوا يستعمل الكمامات ماشي غنخرجوا كاملين ديري الكمامات را الكمامات خدسوا يستعملها الحالي مريض حيتاش هذا كلا ما كان كاعدنا واحد الكون Hawaii مع 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 الفيريس مع الشخص اللي مريض را مى غادش نمرضه الーん اوتوماتيك مو مού ما غاديش نمرض يعني خص هذا كله مريض هو اللي يحمي يحمينا من لま الفيريس هاذى كلا مريض ولا خصه يحمي راسه ولا خصي يستعمل الكمامات يعني انا مريض 아니라 انا ما اساليم واستعملت وستعملت استعملت الكمامة او استعملت انا الكمامة وانت اعطستي عليها. ولا هذي ارى ماشي بالضرع على الفيروس ارى غادي يحمليها غير الكمامة. الفيروس يقدر انهزو معي في حويجي حيث الفترة دي لانه هو يبقى عايش بر الجسم ارى كنت مشيت ال 15 ساعة. يمكن لي انهزو من حويجي ونعاود نقيس بيه فمي ولا نقيس بيه عيني ولا نقيس بيه نيفي وهان حييت قاع الكمامة من بعدها هو هو انتقلي. راسي اللي مريض هو اللي يجب ان يستعملوا الكمامة. يعني بلا من تخلعوه بلا من نقلبوه على الكمامات بلا من نبقاوه هذي راه الناس اللي امراض هم اللي يجب ان يستعملوا الكمامة.